السيدات والسيدة مساء الخير قالوا إذا أردت أن تعرف شعبا فاستمع إلى موسيقى والمصريون بطبيعتهم وفطرتهم يعشقون الموسيقى اخترعوها ورسموا آلاتها على معبدهم القديمة عزفوها في كل مناسباتهم وخرج من بينهم مؤلفون وملحنون وعازفون عظام أبدعوا أعمالا خالدة سواء في الموسيقى المصرية أو الغربية الحديثة أو الموسيقى الكلاسيكية التي كانت مصر أول دولة في المنطقة تنشئ من أجلها معهدا للكونسيرفاتوار عام 1959 هذا المعهد الرائد الذي أنشأه وزير الثقافة الدكتور ثروت عكاشة كان له الفضل الأكبر في تخليج أجيال من الموسيقيين صنعت طيارا عظيما من الوعي بالموسيقى الراقية وتدوق الأعمال الكلاسيكية ضيفنا اليوم وجه عالمي مشرف سفير مرموق للإبداع المصري مايسترو كبير قاد أكبر فرق الأوركسترة على أشهر مسارح العالم عرفه المصريون قائدا لأوركسترة القاهرة السينفوني وقائدا لأوركسترة باريس وقائدا لأوركسترة الاحتفال التاريخي بنقل ملوك مصر وملكاتها إلى متحف الحضارة في حوارنا معه نسأله عن أحوال الموسيقى الراقية في بلدنا عن عروض الأوبرا وجمهورها عن موسيقانا المصرية وكيف يسمعها العالم نسأله عن حلمه بنشر الموسيقى بين الشباب وعن مشروعه الكبير للتوزيع السينفوني لأعمال الموسيقيين الكبار عن الموسيقى وعن مبدعيها ونجومها المصريين الذين أبهروا العالم حديثنا اليوم من نصر أهلا بكم معي للحديث عن الموسيقى وعن مشواره كسفير للفن الرفيع في العالم المايسترو الكبير نادر عباسي ترجمة نانسي قنقر